اشتركوا في القناة وقع الاتفاقية رئيس الهيئة الوطنية الاسرائيلية للإلكترونية ونظيره المغربية وبحسب محرر اسرائيلي متخصص في الإلكترونيات فإن الاتفاقية تهدف أساسا لمساعدة المغرب في تطوير قدراته في المعركة ضد الإرهاب وذلك ضد جبهة البوليساريو الانفصالية وبناء على الاتفاقية فإن المغرب سيتمكن من الحصول على برامج ومهارات من الشركات الإسرائيلية في مجال المعرفة والتكنولوجيا لتحقيق أهدافه في مجال الحرب الإلكترونية والتصدي لمخاطرها نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء